موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأن فاطمة رضي الله عنها وإن كانت تعلم أنها بنت سيد المرسلين وخاتم النبيين وسيد ولد آدم عليه السلام لم تطمع في الحياة ولم تطمح نفسها إلى العيش الوغيد والحياة الهنية بل إنها قد ضرب بها المثل في زواجها اليسير المهر القليل المؤنى فقد كان مهرها درعا وأساس متاعها ما هو إلا سرير مشروط ووسادة من أدم حشوها ليف وقربة وعاء من جلد يستعمل لحفظ السوائل وبعد زواجها رضي الله عنها عاشت حياة بسيطة متواضعة فيتطحن وتعجن خبزها بيديها مع إدارة كافة شؤون بيتها الأخرى إضافة إلى واجبات زوجها عليها كما تعلمتها في بيت أبيها صلى الله عليه وسلم وقد عرف عنها صدق اللهجة وشدة الحياء وتوفيت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين في زمانها بنت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القراشية الهاشمية أم الحسنين رضي الله عنها وأرضاها في شهر رمضان المبارك بالمدينة المنورة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر في ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان سنة إحدى عشرة من الهجرة وكان لها من العمر ثمان وعشون سنة تقريبا وغسلها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أسماء بنت عميس وصلى عليها ودفنت رضي الله عنها ليلا كما أوصت بعد أن صلى عليها علي بن أبي طالب ونزل زوجها علي رضي الله عنه في قبرها وعمه العباس والفضل بن العباس رضي الله عنهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب